هم حماة مصر الذين يطلقون النار في صدورهم نيابة عن المصريين جميعاً في مواجهتهم لكل المخاطر التي تواجه مصر من العناصر الإرهابية أو الأخطار الخارجية هكذا يؤكد رئيس سيسي دائماً لأبناء مصر من ضباط الجيش ولا يفوت رئيس سيسي مناسبة للتأكيد لأبنائه من ضباط القوات المسلحة على دورهم في حماية مصر فمثلاً عند انطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 حرص الرئيس سيسي وبزيه العسكري على تفقد الضباط والجنود المشاركين في العملية للإطمئنان منهم على سير العملية مؤكداً لهم أنه شرف له التواجد بينهم وهو بزيه العسكري وهم يحاربون خوارج العصر نيابة عن المنطقة والعالم كله وطلب منهم أن يستخدموا كل ما لديهم من قوة لمواجهة العناصر الإرهابية كما حرص الرئيس سيسي خلال تلك الزيارة على مشاركة أبنائه من ضباط وجنود القوات المسلحة افطارهم وقام بتوزيع الطعام عليهم بنفسه كما لب طلباً لأحد الجنود أراد احتضانه تعبيراً عن حبه وإخلاصه ولمناقشة قضايا الوطن والاحتفال بالمناسبات المصرية المختلفة يحرص رئيس سيسي على المشاركة في الندوات التفقفية التي تعقدها القوات المسلحة والتي تشهد دائماً تكريم ضباط الجيش المصري الذين يقومون بدورهم في مواجهة العناصر التكفرية وحماية المصريين كما تشهد توضيحاً من الرئيس بمنتهى الشفافية والوضوح للقضايا الهامة وصعوبات المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر والتي لم تنسى الدولة في نفس الوقت الاهتمام بالخطط التنموية في مختلف ربوع مصر ويؤكد رئيس سيسي دائماً أن أبناء الجيش المصري هم جزء لا يتجزأ من نسيج أبناء مصر وأن مؤسسات الدولة بأكملها مكلفة بالحفاظ على الدولة وكيانها ووجودها وأنه وأبناء القوات المسلحة المصرية لن يترك مصر عرضة للضياع أو الهدم